طيب خلونا نروح من الحديث عن منتخبنا الأول لمنتخبنا الأولمبي وحد كبتشاء وغريب مساء اليوم الثلاثاء موعد لإعلان القايمة النهائية للمنتخب الأولمبي المنتظر خلاص مشاركته في بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عام ولو تستضيفها إن شاء الله مصر من نوفمبر المقبل وهي اللي هتكون مؤهلة للأولمبياد توكيو 2020 وبيأتي إعلان القايمة بعد نهاية الميران المسائي واللي إن شاء الله هيعقبه اجتماع للجهاز الفني والطب الوقوف على الحالة الصحية والفنية لكل لعب من المنتظر أن تضم القايمة 21 لعب بينهم 3 حراس مرمى حيث يحدد الاتحاد الأفريق اليوم لاختاره بشكل نهائي عن القايمة اللي هتخوض منافسات الأمم الأفريقية إن شاء الله وبتضم المجموعة الأولى اللي بيلعب فيها منتخبنا الأولمبي مع منتخب غيانا ومالي والكاميرون ويفتتح إن شاء الله منتخبنا البطولة بمواجهة مالي يوم 8 من نوفمبر المقبل وبيتواجد أربع حراس مرمى على المنتخب الأولمبي زي ما حضراتكم معرفين عمر رضوان حارس مرمى الجونة ومصطفى شبير حارس مرمى النادي الأهلي ومحمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك وعمر صلاح حارس مرمى سموح سيتم استبعاد حارس من الحراس الأربع خلال القايمة النهائية كمان هيتم استبعاد أربع لعبين عشان القايمة نهائية تصل لـ 21 لعب إن شاء الله المنتخب الأولمبي بدأ المرحلة الثانية من الاستعدادات أمس في العين السخنة وجيل مران تكتكيا في المقام الأول وظهر في مدى التزام اللاعبين بتعلمات الجهاز الفني وانضم كمان كريم العراق للمعسكر بعد وصول بعثة المصر من ساشل من جانبه كمان أكد الكابتن شاوي غريب أنه لدي ثقة كبيرة في كل اللاعبين مطالبا اللاعبين بضرورة الالتزام بالتعلمات في التدريبات وخلال المباريات من أجل إن شاء الله تحقيق الحلم الكبير وهو التأهل للدورة الأولمبية وأكيد كمان الفوز بالبطولة